متابعة فقراتنا لليوم رح بتكون هلأ مع روا وعصحت السلامة روا صباح الخير صباح الخير غادة طبعا في عنا اخبار اليوم للمشاهدين بس منا نذكرون انه بيقدروا يطصوا فينا بشكل مباشر على الهواء اكيد وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا وبداية اسبوع حلوة للكل ورح جاوب كمان على اسئلة بانتظار انه كمان يتصلوا ويسألونا اسئلتهم مباشرة السؤال اللي رح بلش فيه بيهمنا كلنا غادة لانه عم بيسألوا عن مدى سلامة الاواني اللي منطبخ فيها وبتعفي في انواع كتير بالسوق وفي يعني مواد مختلفة بتستخدم لتصنيع اليوتانسلز او الكوكوير او التناجر او اواني الطهي ففاطمة سألتني عن التيتانيوم عم بتقلي التيتانيوم سيف او امن انه نستعمله ولا لا او شو الفرق بينه وبين غيره التيتانيوم اللي بيميزه هو انه مادة خفيفة الوزن وقوي كتير عنده فينا نقول ضيان يعني بتضاين لوقت كتير طويل واللي تبين انه التيتانيوم بجسم الانسان هي هو هالمادة هايدي هي انرت يعني ما بتتفاعل وحتى بتستعمل بعمليات جراحية يا اما بالهيب ريبليسمنت او لما بنعمل ورك اصطناعي فهي بتكون موجودة بتصنيع الورك الاصطناعي وحتى بالانبلانتس للأسنان زرع الأسنان كمان بتكون داخلة بتركيبتها فلحد هلأ كل الابحاث بتبين انه هي امنة للاستعمال وعندها مواصفات كتير حلوة انه ما بتلزق انه ما بتتفاعل انه بتضاين لوقت طويل ما نحن هاي المواصفات ما نفتش عليها عنها مضبوط حتى واحد يشتري اياش لانه ساعاتها ما بنضطر نحط زيت نحمي الزيت لحتى يمكن نقلي البصلة اذا بدنا نعمل يخنة او ما بنضطر يعني ما بتلزق فما بدنا نفرق كتير كل هالأمور لكن عندها مشكلة واحدة بس انها غالية شوي فتكلفتها اغلى من غير تناجر لكن ممكن انه يعني نعمل انفستمنت او نستثمر بها الانواع من التناجر اذا احنا بدنا نكون تمنين بالنا مية بالمية بس برجع بقلكم كمان تطلعوا على النوعية لانه مشكل التناجر او المقالي المصنوع من التتانيو بتكون نوعية تميحة فنفتش على شركات محترمة اذا فينا نقول نوعيتها جيدة يكون فيه بيكون مكتوبة عليها بيكون فيه جارانتي بيكون فيه كل هالأمور هايدي اللي بتطمنني انا كم استهلك اني اشتري رح قارم بينه وبين اواني تانية تاني نوع اللي هو كتير شائع استعماله وانا بنصح انه نستعمله هو ستينلستيل ستينلستيل تبين انه لحد هلأ هو الاقمن بيضاين لوقت طويل طبعا بدنا نختار ستينلستيل كمان النوعيته جيدة لانه فيه درجات من الستينلستيل فنختار يعني احسن احسن نوعية لهو بتكون سماكته اكتر شي لانه بيوزع الحرارة بالتساوي على الاكل بالتالي طبخ بيكون بيخلص بوقت اسرع بتستوي كل اجزاء الاكل بذات الوقت وبيضاين لكن لما بدنا نستعمل ستينلستيل بدنا ننتبه لشغلي انه بيضل ولو اقل من غيره بيضل يتفاعل يعني طبخنا ما نحفظ الاكل فيه خلص طبخنا منشيل الاكل ومنفضي ونحفظه بأزاز او بقواني تاني ومنحطه بالبراد ما تخلو الاكل بالتنجرة وتحطوه بالبراد من يوم ليوم ما نجروح سطح التنجرة من جوة يعني ما نفركها بالسيفة بالجزء الخشن او القاسي من ما هي مشكلتها لانه ما بتنضف بسرعة يعني مثل اي شي تاني مثل مواد تاني فنجرب انه شوي ننقعها بالماء يعني اول ما نخلص الطبخة ونفضيها بتكون بعدها ملزقت كتير منيح فهيك مننقعها شوي بماء وشوي تصابون ومنفركها بالسفنجة افضل ما انه نعمل سكراتشز ونجروحها نفس الشي بالنسبة للتيتانيوم ما تستعملوا السيفة كمان الملاعق اللي بدنا نسكر فيها يفضل انها تكون خشب لحتى ما تجروح سطح المقلية او التنجرة اخر نوع اللي هو بيدخل فيه مادة التفلون اوكي وفيه اسماء عديد بالسوق هلأ هالانواع من المقالي ممكن نستعملها لكن هي فينا نقول الاقل امانا بس بدنا ننتبه ان احنا وعم نستعملها باي معنى نختار النوعية الجيدة كمان الشركات المصنعة الجيدة نحافظ على انه ما نجروح سطح المقلية كمان ما نستعمل ملعق حديد او ملعق ستينلس ملعق خشب او ملعق مصنوعة من نفس المادة لحتى ما نجروحها ما نحمي المقلية بدون ما يكون فيه اكل ع درجة حرارة عالي لانه تبين انه ع درجة حرارة عالي فيه نوع من الفيومز او الابخرة بتطلع من المواد من هالمادة التفلون مصنعة وهي مواد مضرة والاكل مضروح نطبخه ع درجة حرارة كتير عالية نجرب نخلي الحرارة معتدلة لانه تمان ع درجة حرارة كتير عالية بيتفاعل المواد مع انه هاي بيأتر انوية عم نستعملها عادة صح لانه عملية خينة وعملية وما بتلزي وانا اخيره كل هالأمور هاي مزبوط صح دايما نطبخ ع درجة حرارة معتدلة لانه ما يصير فيها التفاعل واذا تجر واحد اول ما شوف انه صار فيها خدوش بسيطة يعني خدوش مثل الخيط الرفيع مضرور يشوف الابيض اللي تحت المعدن اللي تحت لازم نستبدل عليه لانه ما بصير فيها سكراتشز او خدوش المادة اللي داخلي بتركيبة التفلون تتفاعل مع الاكل وبالتالي بتدخل على جسمنا في دراسة عملوها بجونز هوبكنز بالالفين واثنعش بامريكا ولقيوا انه 30 بالمية من الشعب الامريكاني في مادة معينة كيميائية بتدخل بتركيبة التفلون موجودة بدمون لانه تستعمل هالمواد كتير وما من انتبه لها هالمادة هاي تبينت انه على المدى الطويل ممكن تسبب امراض سرطانية ممكن تأثر على انه يصير عندنا معدلات عالية من الكوليسترول بتعلي الالديال بتأثر على الخصوبة وبتأثر على عمل الغد الدرقية فاذا منظل نستعملها بس بدنا ننتبه نستبدلها يعني ما نخليها وقت طويل اول ما شوف انه بلشت تعمل خيوط رفيعة هيك رقيقة غيرها نظفها بسفنجة مش بسيفة بشوية مي وصابون ما حمية وهي وفاضية ونطبخ على درجة حرارة مع تدلي بس اذا بنا نرجع نعمل ABC ABC بالنسبة للسعر والفعالية سيلس كسعر وفعالية لانه بعده سعره مقبول التيتانيو الأغلى حتى لو بعدنا يعني عم نقول انه في شيء احسن من شيء بالستينلس تيل بس انه بالمبدأ هي الأفضل للستينلس التيتانيوم كتير منيح اذا كنا بنقدر على التكلفة بآخر شيء بيجي التيفلون اللي هو ما بيمنع انه نستعمله لكن بدنا ننتبه كيف عم بيستعمله كيف تريقه اللي لازم نستعمل فيه طيب بنتقل للسؤال التاني واللي هو كمان كتير مهدوم إبراهيم عم بيسألني انه بنته عمره 3 سنين وجاب له بسيني على البيت وعم بيقول انه هي كتير مبسوطة فيها بس ما بعرف ليه مشغول باله صلى شهر اللي بسيني عندهم بالبيت عم بيقول بلك عملت حساسية للبنوت الصغيرة اللي عمره 3 سنين وصار فيه مشاكل لانه بيعرف انه الباتس ممكن يسببوا او الحيوانات الاليفي يسببوا حساسية للأطفال هلأ اللي بدنا نقوله انه هنه مش الباتس او الحيوانات الاليفي هنه اللي بيسببوا حساسية هنه بيكونوا مثل تريجرز او محفزين وجودهم محفز لتبين الحساسية فاذا بيكون عندنا استعداد نحن للحساسية لكن في شي بيجي بيخليها تبين اجمالها ممكن تكون بسيني ممكن تكون كلب من شو بيكون من شو بيصير عندنا حساسية على هالأنواع من الحيوانات لانه مش لانه هنه عندهم شعر لانه فيه بروتين معين موجود على جلدتهم تحت هالشعر هيدا وبيوقع كل فترة وفترة وهالبروتين هيدا هو اللي بيسبب حالة التعطيس حالة الأنف المسكر أو سيلان بالأنف السعلة مع الصفير العيون الحمر اللي عم بيحرقونا اللي عم بيدمعوا اوكي معنى اتصال معنى اتصال ايه بس انا نقطة دا حتى بس خالصة جوادي بحاخد الاتصال وبنرجع منكمل لانه معنى دقيقتين بس فاتن صباح الخير صباح النور لو سمحت بدي اسأل عن أكل بيبي فيني صخنه شي بالمايكرو ويف ايه شي صايد اسكس او شي اوكي هلا المايكرو ويف هو المشكلة مش انه صخننا الأكل فيه هو نحنا اذا عم نتعرض لهالنوع من الرادياشن الموجودة او هالاللكتروماغناتك فيلد هالحقل الكهروماغناطيسي عم نتعرض له وهو عم يشتغل المايكرو ويف فاذا فينا نصخن أكل البيبي فيه لكن في بس مشكلة واحدة لك تنتبه انه يمكن ما يصخن كله قد بعضه يعني انت يمكن تحسي انه هو معتدل انه تعرفي برح يكون بدي يكون معتدل حرارته لما يحترق البيبي فبتفكري انت انه معتدل لكن بيطلع له مثلا لقمة واحدة كتير سخنة لقمة تانية باردة هادي شوي مشكلة المايكرو ويف انه يمكن ما يصخن كل الأكل بذات درجة الحرارة لكن ما في مشكلة انه نطبخ او نصخن بالمايكرو ويف منقول نحن اتعرض لأكل لهالنوع من الاشعة او الالكترو ماجناتك فيه لا مش هيدا الخطر الخطر انه نحن نتعرض هو وعم يشتغل بمعنى ما اوقف قدام المايكرو ويف ما خلي الولاد الصغار يكونوا قريبين منه هو وعم يشتغل حافظ على نظافته كتير منيح خصوصا الباب والربر او هيدا الكوتشوك الموجود على الباب لحتى يسكر الباب مظبوط ما يصير فيه ليكتج او تسرب هو عم يشتغل المايكرو ويف بس بدي اقول له لابراهيم ما يخاف بالنسبة للحساسية اذا صلى شهره ما فيه اي عوارد فاذا ما فيه حساسية لانه بتبين الحساسية خلال اول كونتاكت مع البسينة او بعد ساعات يعني فما تخاف بس اذا مرتك حبلت تشوف اذا هي عندها مناعة على توكسو بلازموسز اكيد حكيمة بقلة لانه ساعاتها لازم نشيل لبسينة من البيت ممنوع تكون موجودة اذا ما عندها مناعة مرسي لك روا مشاهديننا راح ناخد بريك صغير واخليكم معنا حتى نتابع فقراتنا